السلام عليكم وصوت عليها مجلس الوزراء ليلة أمس تعلمون الموازنة استمرت نقاشاتها ثلاثة أيام منذ الصباح حتى المساء وكانت مناقشات جدية أفضت إلى ما نشر ليلة أمس عن التصويت عليها بالتأكيد هناك رامة تنوع على صددها لكنني أحب أن أؤكد أنها حرصت على حماية الشرائح الهشة في المجتمع العراقي وربما قست على رواتب الدرجات العليا كما تعلمون الآن نسبها التي بلغت أربعين بالمئة من الرئاسات وثلاثين بالمئة بالنسبة للوزراء والنواب و25% بالنسبة للمدراء العامين ولم تتعدى خط 8% لمجمل رواتب الموظفين الاعتيادين هذا فقط للتذكير بأن هدف الحكومة ورؤيتها في الورق البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي ونحن ورثنا تاريكا هي سياسات اقتصادية سابقة علينا أن نعالجها وبدأنا بعلاجها مع الورق البيضاء ورؤيتها التي طبقناها في الموازنة التي صوتنا عليها ليلة أمس أمضي الآن إلى الفقرات الاعتيادية للمجلس هنا كما تعلمون نحن عادة نبدأ بتقرير السيد وزير الصحة هذه المرة قدم لنا مقترحا بناء على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا هذه السلالة الحمد لله لم تدخل العراق بعد ولذلك بناء على مقترح سيد وزير الصحة قرر مجلس الوزراء جملة من القرارات أهمها إيقاف رحلات الطيران هذا الفيروس الجديد تعرفون أنه انتشر في مجموعة من البلدان الآن وحرصا من الحكومة على العراقيين أوقفت الرحلات هذه خاصة من البلدان التي انتشرت فيها هذه السلالة الجديدة وكذلك قررت غلق المطاعم والأسواق الكبرى والنوادي ابتداء من يوم الرابع والعشرين من كانون الأول هذا الشهر الجاري ولمدة أسبوعين وكذلك عدم إجراء الاحتفالات بأعياد الميلاد في الأماكن العامة أيضا من منطلق نفسه الحرص على عدم انتشار هذا الفيروس الجديد أخيرا وزير الصحة أكد أنه وقعت اتفاقية مع الشركات المصنعة للقاح وسنشهد دخول هذا اللقاح في الربع الأول من العام 2021 هذا فيما يتعلق بالتقرير وزارة الصحة في جملة القرارات التي صوت عليها مجلس الوزراء هذا اليوم هناك قرارات كبيرة ومهمة أرجو الانتباه إليها أولها التصويت بالموافقة على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود والصرف مع شركة دايو الكورية لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير في مرحلته الأولى مرحلة البنى التحتية تعليق بسيط وموجز عن هذا المشروع خضع هذا المشروع لتأجيل متكرر في مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية وفي كل مرة يوضح فيها السيد وزير النقل جدوى هذا المشروع وتجري نقاشات وتظهر أسئلة وتساؤلات لدى الوزراء تفضي إلى تأجيل التصويت عليه لعدم استكمال المعلومات والتحليلات والجدوى فيها وتجي إلى ثلاث مرات في المدة القريبة الماضية واستضيف مدير عام الموانئ وقدم عرضاً تفصيلياً للمشروع واليوم حصلت القناعة لدى المجلس بالتصويت على هذا المشروع على تخويل للمدير العام بالصرف والتعاقد لأجل إنشاء المرحلة الأولى منه وهي مرحلة تتعلق بالبنى التحتية هذا أولاً في وزارة النقل نفسها أيضاً جرت تصويت هذا اليوم والموافقة على إدراج مشروع إعادة إعمار مطار الموصل وتخويل مدير عام سلطة الطهران المدني صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل هذا المطار مع إحدى الشركات الفرنسية المعتبرة اسمها موجود إذن أيضاً هذا مشروع حيوي وأساسي جرى النقاش فيه واقتنع المجلس بأن يصوت عليه لأهمية مدينة الموصل التي يقطنها أربعة ملايين ونصف عراقي وهي مدينة معروفة وبحاجة إلى مثل هذا المشروع هناك أيضاً جرت المصادقة فيما تعلق بوزارة العدل كانت هناك مصادقة على تقرير جمهورية العراق الخاص بالعهد الدولي وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك المصادقة على تقرير جمهورية العراق اتفاقية حقوق الطفل ورفع هذا التقرير إلى لجنة الحقوق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وعن طريق وزارة الخارجية هدف من هذه المصادقات والتقارير التي ترفع إلى الأمم المتحدة هي أن يوضع العراق في مصاف الدول التي تطبق معايير حقوق الإنسان هذه التقارير تمثل نتاج عمل مؤسسات عراقية اعتمدت على معلومات موثقة بكتب رسمية ووثائق معتمدة تحت مظلة وزارة العدل وبرئاستها الأمر الآخر يتعلق بالموافقة على قيام وزارة المالية بتمليك المشاريع الصناعية حقيقة هذا قرار مهم جدا يهم آلاف الصناعيين أصحاب المشاريع الصناعية والقرار جاء بعد أن أصبحت هناك مناقشات عن موضوع الأراضي التي أنشئت عليها مشاريع صناعية هل تملك لأصحاب هذه المشاريع أم لا الحكومات السابقة وجهت بتمليك هذه الأراضي التي شيد عليها مشاريع صناعية أن تملك لصاحب المشروع نفسه ووضعت فقرات في موازنات أعوام سابقة 17 18 19 أيضا لكنها للأسف لم تنفذ أي لم يملك أصحاب المشاريع هذه الأراضي هذا القرار اليوم صوت عليه مجلس الوزراء وحسامه وهو يبسط إجراءات التمليك ويحدد مسؤولية الجهات المعنية مثل عقارات الدولة وزارة الزراعة تسجيل العقاري وغير ذلك وعلى وفق شروط لصالح أصحاب المشاريع المنشأة على هذه الأراضي من أجل دعمهم وتطوير مصانعهم ومن ثم خلق فرص عمل للشباب العراقي القرار يشمل المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة فقط أي أن التمليك يجري على وفق شروط اقتصادية واستثناء من المزايدة العلنية لماذا؟ لأن هذه المشاريع أصلا مشيدة ومقامة أخيرا وافق مجلس الوزراء على قيام تجمع من ثلاث شركات عالمية رصينة بتنفيذ مشروع بناء مصفات نفط استثمارية بطاقة 100 ألف برميل يوميا من أجل تعظيم موارد الدولة وأيضا خلق فرص عمل هذه المصفات هي في محافظة الذقار وبالتالي هذا المشروع سيخلق فرص عمل لشباب محافظة الذقار تحديدا وستبدأ الشركات أعمالها خلال الربع الأول من العام 2021 هذا أهم ما جاء في قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم وتفضلوا بأسئلتكم تحية طيبة معا للوزير محمد فراس مرأس القناة التغيير الفضائية المواطن حقيق اليوم يشعر بعدم شفافية الحكومة في التعامل مع ملف قصف المنطقة الخضراء لماذا لا يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خصوصا وأن الحكومة تشكل لجان بعد كل عملية استهداف وهل أن الجهات المستهدفة تسير في شوارع العاصمة بغيطاء سياسي يعني ما لم تكتمل التحقيقات لا يمكن التصريح باتهامات أو غير ذلك الحكومة لجانها تعمل وسيد رئيس الوزراء بنفسه يشرف عليها ويصرح في مجلس الوزراء أننا مثلا ألقينا القبض على مجموعة من الذين اخترقوا القانون وتجاوزوا عليه وقاموا بمثل هذه العمليات هذا ينبئ يعني بمجرد القبض على مجموعة من الأشخاص ممن قاموا بهذه الأفعال ينبئ عن متابع جادة للحكومة بهذا الصدد السلام عليكم سيادة الوزير عامر يوسف من فضائة النجباء سيادة الوزير يعني منذ حراك تشرين أجبر هذه الحراك على استقالة حكومة السيد عبد المهدي وأفضى عن تشكيل حكومة السيد الكاظم الذي تعتبر النتاج لذلك الحراك حراك تشرين أولى شعارات حكومة السيد الكاظمي هو محاربة الفساد وقاموا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد ألقت القبض على مجموعة من موظفية الدولة الذين يعتبرون لربما صغار مثل مدير التقال العام مساعد سيد سعدي وغيرهم لكن لم تلقي القبض على كبار مافيات الفساد توقفت هذه اللجنة عن العمل فلو ألقت القبض على كبار مافيات الفساد استردت الأموال وقمنا بسد العجز في الموازنة بدل اللجوء إلى الموظف البسيط لماذا توقفت لجنة مكافحة الفساد؟ شكرا جزيلا شكرا على هذا السؤال المهم طبعا المواطنون ينظرون إلى محاربة الفساد وكأنها ترتهن فقط بإلقاء القبض على المافيات والعصابات وغير ذلك محاربة الفساد هي فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة اللجنة هذه لا تستطيع وحدها أن تحارب الفساد هي تفعل ما عليها الآن نعتقد الوزراء والوزارات كلها تفعل ذلك الآن يعني حينما يكون هناك في البرنامج الحكومي فقرأ مثلا بترشيق الهياكل الإدارية ماذا تظن أن معنى ترشيق الهياكل الإدارية؟ معناه أن هناك أقساما ومديريات ومناصب أنشئت واستحدثت لأشخاص على وفق إشاء غير قانونية وبالتالي ترشيق الهيكل الإداري هو شيء في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد هناك أعمال كثيرة تجري في الحكومة في هذا الخط لا ترتهن فقط بلجنة المكافحة وأعتقد أن هناك ربما تقصير في جانب إعلان بعض نتائج هذه اللجنة التي انطوت على كثير من الاعتقالات وعلى كشف حقائق كثيرة وذهبت بها إلى النزاهة في الوزارات في الحقيقة عمل كثير غير مغطى إعلاميا وبالتالي لا يمكن أن يقول المواطن أن هذه الحكومة لم تفعل شيئا بصدد محاربة الفساد شكرا جزيلا السلام عليكم معتز عباس من وكالة الأنباء العراقية التغييرات التي صوت عليها مجلس الوزراء من ضمنها رفع سعر صرف الدولار والضريبة على الراتب الكلي للموظفين هل ستضمن هذه الإجراءات عدم تأخير صرف الرواتب أم أن قضية تأخير صرف الرواتب سيرافق رواتب الموظفين للعام المقبل قلت قبل قليل أن الرواتب للموظفين من ذو الدخل المحدود لم تمس مسا كبيرا وهذا واضح لكل شخص الآن يستطيع أن يعلم ماذا قالت الموازنة وأن يحسب راتبه وماذا أخذ منه ضريبة على إجمال الراتب لهذه الشرائح نحن نتحدث عن 8% والتحد أول 500 ألف غير داخلة في هذه الضرائب الثانية داخلة بخمسة نسبة 5% فقط لا غبار على أن الشرائح من ذو الدخل المحدود لم تمس رواتبها مسا كبيرا وواضح أن الاستهداف ربما توجه إلى ذو الدرجات العليا بنسبة 40% و30% للوزراء والنواب و25% بالنسبة للمدراء العامين وغير ذلك المسألة لا تنحصر فقط بحساب الرواتب كما قلت قبل قليل هناك مسؤولية تاريخية تقوم بها هذه الحكومة وهي البدء بالإصلاح نحن نستطيع أن لا نقدم موازنة ونمضي على خطة 2020 واحد على 12 وخلص نشتغل لكن إذا أردت الإصلاح هناك ورقة بيضاء الحكومة قدمت رؤيتها فيها للإصلاح الاقتصادي طبقت هذه الرؤية وين في الموازنة والموازنة الآن في مجلس النواب وهناك نواب موقرون محترمون خبراء في هذا المجال بالتأكيد سيخضعونها للنقاش والمقترحات أريد أن أجمل هذا السؤال بجواب بسيط كل حكومة عليها مسؤولية تاريخية أن تنقذ البلد من وضع معين ورثته هذه الحكومة من سياسات مالية سابقة هذه الرؤية الجديدة في الإصلاح قدمناها في ورقة اسمها الورقة البيضاء وهي معروفة طبقنا هذه الورقة في الموازنة هذه مقترحاتنا لحل الأزمة المالية هذا رأي الحكومة فيها ونحن ننتظر التصويت عليها وتمريرها في مجلس النواب شكرا جزيلا السلام عليكم علي النواب مراسل قناة دجلة حضرتك تحدثت حول الموظفين وصغير الموظفين لكن العوائل الفقيرة وما دون تحت خط الفقر يعني يتخوفون من تبعات المتوقعة لقرار رفع أسعار الدولار يعني هل وضعت الحكومة تضمينات أو تطمينات تحمي سلة الفقراء الغذائية ثانيا هل وضعت ضمانات لعدم تكرار ذات السيناريو في المستقبل يعني يبدو لي هذا السؤال مكررا ولذلك اعذرني إذا كان الجواب مكررا هذه إصلاحات لازمة هناك أزمة تسرع بنا نحو جدار لا نريد أن نرتطم به ما لم نخفض هذه التخفيضات البسيطة بالنسبة لذوي الدخل المحدود والعالية لذوي الدرجات العليا من الموظفين وما لم نعوم شيئا من الدولار وما لم نفعل هذه الإجراءات في الموازنة ربما هذا الفقير الذي تتحدث عنه لا نستطيع أن نعطيه الراتب كله في الأشهر القادمة شكرا جزيلا